من المحالي ان يمر يوما دون مصادرة او استيلاء غير شرعي تمارسه ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بحق اليمنيين هكذا هو الحال في المناطق الخاضعة لسيطرتها فلا يوجد جانب من جوانب حياة المواطنين او حتى المؤسسات الحكومية والرسمية التي استحوذت الميليشيا على حساباتها ومصادرتها لحساب قيادات حوثية بطرق مختلفة المؤسسات المالية وتلك التي بها صناديق نقدية لم تسلم من البطش الحوثي مصادر بنكية يمنية واخرى في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات كشفت مؤخرا عن استيلاء الميليشيا الحوثية على مبالغ كبيرة تتجاوز تريليون ريال يمني من اموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص في وقت حذرت فيه المصادر من مخطط اخر للميليشيا لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 بليار دولار بعد ان قررت خفض ارباح سندات اذون الخزانة الى صفر ممارسات لا تخلو من البطش والسلب من منطلق معتقداتها الزائفة انها صاحبة الحق الالهي كذبا وزورا المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المعنية بصرف رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والتي كانت تستثمر اموالها في شراء سندات اذون الخزانة ذكرت انها تعرضت لعملية قرصنة غير مسبوقة حيث اقدمت الميليشيا المدعومة من ايران على مصادرة 600 مليار ريال من اموالها وترفض اعادتها حتى الان المبالغ التي تمت مصادرتها كانت تشكل الجزء الاكبر من استثمارات هاتين المؤسستين والتي تغطي رواتب المتقاعدين كما ان توقف مشاريع الاستثمارات التي كانت تنفذها لذوي الدخل المحدود وغيرها من الاستثمارات في المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثية بالقوة ونهبت من خزائنها مليارات الريالات وحرمت الاف الموظفين من حقوقهم ومرتباتهم التقاعدية